تحت رعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الشبابي ورياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتالة المختلطة مؤسسي منظمة خالد بن حمد لفنون القتالة المختلطة أقيمت مساء اليوم بصالة دوم بالناد الرياضي الوطني بمدينة مومبي بجمهورية الهند الصديقة النسخة الخامسة لبطولة القتال الشجاع لفنون القتالة المختلطة للمحترفين والتي تنظمها منظمة القتال الشجاع المنبثقة من منظمة خالد بن حمد بالتعاون مع الاتحاد الهندي لجميع رياضات فنون القتالة المختلطة والتي شهدت مشاركة عشرين مقاتلا من مختلف بلدان العالم وحضر المنافسات عدد من أعضاء إدارة الاتحاد الهندي لفنون القتالة المختلطة ومن المهتمين بالرياضات القتالية وعدد من المدعوين وجماهير غفيرة من عشاق هذه الرياضة وقد ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الاهتمام والدعم الذي يحظاه القطاع الرياضي لا سيما رياضة فنون القتالة المختلطة بالمملكة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي أثمرت عن تطور وارتقاء هذا القطاع والذين عكس بشكل واضح على تحقيق المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب العديد من الإنجازات التي عززت من الحضور والتواجد للرياضة البحرينية على الساحة الدولية وعضف سموه أن الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهدنا أبو القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد استطاعت من ترجمة التوجيهات الملكية من لدن عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالاهتمام في القطاع الرياضي وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالدوري البارزي الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تحقيق الرؤية الملكية السامية في النهوض بالرياضة البحرينية وذلك عبر طرح الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها الاستمرار في العملية التنموية الشاملة بالقطاع الشبابي والرياضي وأعرب سموه عن سعادته بتواجده بجمهورية الهند الصديقة لحضور ومتابعة منافسات النسخة الخامسة من البطولة مشيدا سموه بما حققته هذه النسخة من أجاح على المستوى التنظيمي والمستوى الفني الكبير والذي يساهم في دعمها نحو مزيد من التوسع والانتشار مثمنا سموه الجهود التي بذلها الاتحاد الهندي لجميع رياضات فنون القتالة المختلطة لدعم احتضان هذه البطولة في الهند متطلعا سموه لفتح آفاق أرحب من التعاون المثمر مع الاتحاد الهندي من أجل تعزيز ثقافة رياضة فنون القتالة المختلطة على مستوى القارة وقدرا سموه كل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للتحضير والإعداد لهذه النسخة ومشيدا في الوقت ذاته بالدور المحوري الذي لعبته مختلف وسائل الإعلام العالمية لتغطية هذا الحدث الذي ساهم في نجاح هذا التجمع الرياضي العالمي موسيقى موسيقى